أهلا بكم خص قداسة البابا فرانسيس تعليمه الأسبوعي بالطلب من الجميع أن يسأل الله الغفران عبر ممارسة سر التوبة وبتقديم المغفرة للآخرين لأن الله يدعونا لأن نحب الجميع وأن نغفر لمن أساء إلينا أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون والأشخاص الناطقون باللغة العربية التعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير المفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم أيضا خاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتزوجين حديثا ولجميع الأشخاص المتألمين سيبارك كذلك المسابح والأغراض الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرنسيس توقف البابا اليوم عند بعض الكلمات التي توجه بها يسوع إلى الآب خلال ضرب ألامه أكد البابا أن يسوع وهو في قمة الألم والوحدة توجه للآب وطلب منه أن يظهر فيه مجده ومجد الله هو مجد المحبة والغفران إنه مجد الحب الكامل الذي يتجاوز كل الحدود لذا استطاع يسوع أن يقول لأبيه وهو فوق الصليب يا أبتي بين يديك أستودع روحي طالبا منه يا أبتي اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ما يفعلون وأوضح البابا أن يسوع بتقديم المحبة الكاملة وبطلب المغفرة لقاتليه قد كسر دائرة الشر لأن محبة الآب فقط وغفرانه بإمكانهما أن يحرر قلوبنا ويشفيان من الداخل وطلب قدسته من الجميع أن يسألوا الله الغفران عبر ممارسة سر التوبة وبتقديم المغفرة للآخرين كي نختبر هكذا فرح الشعور بكوننا محبوبين من الله الذي يدعونا لأن نحب الجميع وأن نغفر لمن أساء إلينا والآن تحيات البابا باللغة الإطالية إلى أبناء الشرق الناطقين اللغة العربية ريولغوا un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare a quelli provenienti dall'Assyria, dal Libano e dal Medio Oriente Gesù ci insegna nella Sua Via Crucis che è l'unica via per superare le prove e affidarsi completamente in Dio nel Suo amore salvifico e nella Sua santa volontà il Signore vi benedica vi protega sempre dal Medio أرحب بالحاضرين الناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من سوريا ومن لبنان ومن الشرق الأوسط يعلمنا يسوع في ضرب صليبه أن الطريقة الوحيدة للتغلب على التجارب هي الثقة الكاملة في الله وفي محبته الخلاصية وفي إرادته المقدسة ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من الشرير